بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة وسلام على نبينا الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباحكم الخير ولمساكم بالخير الوقت اللي شفتوا الفيديو أنا راني نسجل فيه لابخيميدي فيديو جديدة إن شاء الله فيها أخبار مليحة هناك أخبار ومستجدات جد هامة فتابعوني للآخر للاستفادة وإذا أعجبتكم الفيديو لا تبخلوا على أختكم بلايك والاشتراك في قناتي لتشجيعي شكرا للجميع في دقائق معدودة البارحة بعدما وضعت الخطوط الجوية الجزائرية التذاكر للبيع على موقعها وهذا للرحلة بين فاريس والجزائر العاصمة ليوم الخميس المقبل أول جوليا كل التذاكر بيعت في مدة قصيرة جدا يعني في دقائق أغالجيغي باعت التذاكر لأول رحلة لها في شهر جوليا البارحة في الساعة الخامسة بعد الظهر كل التذاكر بيعت على صفحتها من الآن فساعدا فكل الرحلات الثلاثة المبرمجة من باريس الخميس المقبل لم تبقى ولو تذكرة للبيع سواء رحلة اغالجيري من باريس إلى الجزائر أو شركة اغالجيري اغ فرانس ولا تخنزابيا من باريس إلى وهران فما عليكم اخواني اخواني إلا مراقبة مواقع هذه الشركات لأنه طلب كثير كثير جدا والرحلات قصيرة وقليلة جدا فبالأمس مثلا على الساعة التاسعة والنصف صباحا الشركة الفرنسية خنزبيا وضعت التذكر للبيع على موقعها برحلة من باريس إلى وهران ففي أقل من نصف ساعة كل التذاكر قد بيعت إلى حد الآن لا نعرف عدد الرحلات المبرمجة لشهر جوليا فبعكس في شهر جوليا كان هناك برمجة محددة للرحلات وكانت توضيحات سواء بالنسبة لأغالجيغي أو الشركات الأجنبية الأخرى فحسب الأخبار المسربة أنها في شهر جوليا كل الرحلات سواء شركة أغالجيغي أو الشركات الأجنبية الأخرى ستخضع لتسريحات استثنائية من طرف السلطات الجزائرية ولن يكون هناك برنامج للرحلات مثل شهر جوان وذلك ينخفض عدد الرحلات الجوية فمما يزيد الطين بلا هو غياب الحكومة لا يسهل هذه المأمورية حيث أن استقالة الحكومة التي كانت مسؤولة على هذه العملية هو سبب غياب قرارات جديدة فيما يخص إدارة الرحلات الجوية لشهر جوليا إخواني أخواتي هناك كثير من الأخبار التي هي غير صحيحة حيث أن أغالجيغي أتهمت في منصات عديدة من شبكات التواصل الاجتماعي أنها تقوم ببيع التذاكر في الخفاء أي أنكاشات وبالمحسوبية لفئة معينة من المواطنين وخاصة الرحلات من تركيا إلى الجزائر فهناك جمعيات الجالية الجزائرية بالخارج تطالب الشركة أي شركة الخطوط الجوية الجزائرية بالشفافية وتطالبها أيضا بوضع التذاكر للبيع على موقعها الإلكتروني فقط حتى يتسنى للجميع للاستفادة من شراء التذاكر وقد يكون هناك بعض من الغش في الوكالات حيث تكون المحسوبية والمعرفة والأقارب والأصدقاء مثلا بعض الموظفين الموجودين في الوكالات يقومون بحجز التذاكر لمعارفهم وأصدقائهم وبعدها تباعد تذاكر الباقية عن الموقع فعليكم أخواني أخواتي دخول المواقع الثلاثة وهكذا ربما تستطيعون حجز تذاكركم فالسؤال المطروح دائما في الساحة هو كيفية وما هي الإجراءات لطلب مجانية الحجر الصحي عند الوصول إلى الجزائر والذي يقدر بـ 250 أورو للشخص الواحد فمثل أسرة مكونة من ربعة أشخاص فثمنها يقدر بألف أورو فقط فالأشخاص المستفيدين من مجانية الحجر الصحي هم فقط المسافرون مع الجزائرية أغالجيغي أما المسافرين على الشركات الأخرى الأجنبية فلا يستفيدون من مجانية الحجر الصحي حتى ولو تتوفر فيهم كل الشروط ووضعيتهم تؤهلهم لعدم دفع هذا المبلغ الحجر الصحي فالمسافرون مع الشركات الأجنبية يدفعون ثمن الحجر عند وصولهم إلى الجزائر فالقنصلية الجزائرية تتعامل فقط مع الجوية الجزائرية لهذا قبل الصفر إخواني أخواتي للذين حالتهم المادية لا تسمح لهم بدفع مثل هذا الحجر الصحي فيجب عليهم بطلب الإعفاء من الحجر الصحي من القنصلية القريبة من سكناهم وهذه هي الشروط المطلوبة للإعفاء من تسديد الحجر الصحي الطلبة عليهم بإرسال بطاقة طالب وجواز صفر قابل للصلاحية إذا كان الشخص عمره على الأقل 65 سنة وله دخل ضعيف يجب عليه دفع إصالات الدخل وجواز صفر كذلك صالح فهذه الإجراءات يمكنكم القيام بها في القنصلية الجزائرية قبل الشراء التذكرة أو على الأنترنت على موقع القنصلية الجزائرية أو السفارة الجزائرية وبعدها القنصلية لها 24 ساعة لدراسة الملف فهذه الأخيرة بعد الرد الإيجابي من القنصلية تخبر أولاً أغل جغي ثم تخبر الشخص المعني بالأمر المعفى من الحجر الصحي هنا يمكن للشخص شراء تذكيراته دون ثمن الحجر الصحي إذا وجدها طبعاً أتمنى أنني وضحت إليكم بعض الأمور شكراً على المشاهدة الفيديو إلى الآخر أتمنى أنكم استفدتوا معي ولو بالقليل وما تنسونيش باللايك وبرتجيوا لفيديو مع أصدقائكم وأحببكم واشتركوا في قناتي إذا عجبتكم بارك الله فيكم والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر